اشتركوا في القناة خانة الهدف علي بن شيخ مرحبا بك كذلك يحضر معنا العائد أمين أكساس مرحبا بك أمين بالإضافة إلى أمين أكساس وعلي بن شيخ يحضر معنا الزميلة الصحفية عبد المالك عدد سلام عليكم رضوان شكرا لك سيد بالتوجه في الفلاطون الشيخ علي وأمين مرحبا بك بدون إطالة مشاهدين الأفاضل ندخل مباشرة في صلب الموضوع الأول يتعلق بالمنافسة القرية رابطة أبطال إفريقيا وكذلك كاس الكاف في رابطة أبطال إفريقيا ممثل الجزائر في هذه المنافسة شباب بالوزداد أحيى أماله في بلوغة الدورة ربعا نهائية بحول الله بعدما فاز أمام المريخ السوداني بهدف دون رد من تسجيل اللاعب بالخير في الشوطي الأول بالضبط أو تحديدا في الدقيقة الخمسة وثلاثين المباراة انتهت قبل دقائق من الآن بمنعبية التاسع عشر ماي بعنابا شباب علي بن شيخ يحقق الأهم خلال هذه المباراة يعزز ورصيده بثلاث نقاط ثمينة صحيح تروا بوان سيئسي أمورتان بور كومنسي يفو نباركو لهم قولوا لهم باروكا لهم لفكتوار لدينا لفكتوار لفكتوار لتحقيق ليوم لدينا قريبا لدينا حقا لهم لدينا حقا للمعي أبدا لقد كانت كما كانت او برقائن معامل لدينا قولوا مهمه الانترس來 قابلوا الذي يقضوا السعربي بالجأس على أشياء لسيئة مع متوار لكن ما سببش التسجيل المجد وابن لأول البيت بعد مجال بيت هذا خلاهم يتنفسوا شوية الادفرسر بدي يتحل شوية مي قعدت هكذا حتى للمي طهن. دوزيام مي طهن نا بي ميور سيربي لأن الادفرسر تحل ولي حوث يهاجم بشي سيرات رابي لبيت هذا لكن سيربي يعمل عن إضافة otras أرسلموا خلاهم أفضلهم لديهم واحدهم مع البوافر ورأتهم سيرو الليكسي دوبرسر بطيبتاتيون هدك ولي خلاهم مي مركوشي لدوزيام بيت يعوسم لي مركا البريمي بيت بلخير بالخير دوزيان بيت هاداك راح طلحها وطلعت له في سماي فاليحطة باوص عريب على كل حال دونك الكاو هاداك سيتي لزوكازون بيت هادوك جاهموح تلاتة دوزيان ميتون خاصة في العشر الدقائق الأخيرة وشفنا لقطة باكير نحن في لبليسير تاعة بالخيطر خرج بسعه يدخل هذا المزيد مجال من المحاولة بسعليا على أن مقابل أن نقول لا بس عليا سيئل بلنا في الفيزيك الكورس لا تجربة أجربة أجربة أنا في اليوم أن أرى أن يستطيع تصليل على الشيطة يستطيع تعمل على الوضع في رهب الرؤية أهم أكساس الأهم في مباراة اليوم هو تحقيق الفوز وتعزيز الرصيد بالنقاط أثلاث الشباب يرتقي إلى المرتبة الثانية برصيد أربع نقاطها بعد المباراة ما تعليقك عن ما قدمه زملاء بك نعم ردوان ركي قلت أنت المهم الفوز أولا نهني وفارق شباب الوزداد نهني والعايبين وطاقم الفني المهم في هذا اللقاء هو الفوز بعد خسارتين متتاليتين ماضيتين نظن باللي كان لازم الفوز هذا تعليم ما لقيتوش فينا شباب الوزداد سيبري بالك الشوط الأول ما قدمش مباراة كبيرة سيرتو في الهجوم ما ضيعش عدة فرص ما كرياش بوكو دوكازيون من ناحية الاستحواذ سيبري نشوفو شباب الوزداد يستحواذ في وسط الميدان وفي الدفاع ما في الهجوم كان نقص كبير في الهجوم لهذا ما رهمش يسجلوا عدة أهداف سيرتو في البطولة الإفريقية هادية من ضمن الفوز على شباب الوزداد كان لازم يكون اليوم أن يقوت لك بعد الخسارة تاني 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 دوماتش ضد ترجي التونسي وضد المريخ اليوم عاود استيقظ عاود حرار روحو نظن هذا هو الأهم اليوم في الملعب أمين تحدثت على خط الهجوم ما تشوفش ربما رحيل المهاجم كريم معريب الذي واصلوا التسجيل في البطولة السعودية ولو في الدرجة ياثنية مع فريقه القادسية السعودية تشوف من الأفضل لو أنه أو اللاعب كريم عريبي كان يبقى في شباب الوزداد لتقديم يد العون في ربيطة الأبطال ما نقول لك عنده خبرة كبيرة في المهاجم عنده خبرة نعم مع نجم السحلي مع نجم السحلي عنده خبرة راح لعب ما رقيته ما لعبش في البطولة الفرنسية نظن باللي عاودوا لما الشباب بالوزداد الموسم الماضي لعب نظن باللي كان قادم يقدم إضافة جز ديمومو ديفيسيل في شباب بالوزداد نظن كتر عليه هالكلام كان يضيع بالك عيدة فورنس أنا ما خبيش عليك برسونال ما كنت معهد اللعب كان أنا نقول لك لعب رائع سيفري بسكول أنا طاقون كي ما يماركيش ما يسجرش أهداف سي نورمال يقوال الكريتيك نظن باللي هذا هو الشي هو بالك مونطال مون نظن باللي مشي فوردو كاراكتر هذا هو الشي اللي خلاه يروح من شباب بالوزداد لازم شباب بالوزداد هضرت في الحصر الماضي سون فورسوفون قلت لازم باش تديكو بالفريق لازم لك انطري طريبا ما اطاكو نظن باللي مهاجم قاوي وكان جابوا مهاجم افريقي نظن باللي من الاحسن بالك خير من اللي راهوا الهنايا نظن باللي بالك اليوم شباب بالوزداد بالك ما عندوش ما عندوش أنا اطاكو أنا قرون اطاكو مي لازم نقول لك باش تديكو بالفريق توجر صعيبة نعم عبد المالك متتبع لأخبار فريقة شباب بالوزداد على مدار السنوات الاخيرة ما تعليقك على نتيجة اليوم شوفو يا ردوان اهم ان شباب بالوزداد في هذه المباراة تذوق طعم الانتصارات من جديد بعد هزيمتين متتاليتين في دور المجموعات لذي ربطت ابطال افريقيا نتعب باش تخسر مع طارجي التونسي في الجزائر وتخسرتان مع المريخ السوداني في ليبيا ماشي صعيبة باش تعوتولي ماشي سهل نظن باللعبين كانوا لعبين طاقم الفني حتى الجامعة الانصار كانوا تحت ضغط كبير قبل المباراة هذه الفوز هذا ان شاء الله يحررهم بغض النظر على طريقة اللعب خصوصا في الشوط الاول الشوط الاول ما كانوا شاب بالوزدين عرفها في بطلة وطنية رغم ان اردية الميدان كانت اليوم مليحة شفنا نوعية اردية الميدان كانت مليحة بصح ما تبقوش الكورة التاحهم في الشوط الاول الشوط التاني تحركوا خاصة مثل الدقائق الاخيرة هذا الفوز يحرر لاعبين المباراة القادمة امام الزمالك ستكون حاسمة في حساب بالتأول ان شاء الله علي بنشي قرار تنقل الى عنابة ومواجهة المريخ وكذلك المباراة المقبلة امام الزمالك في عنابة وصفه البعض بالمجازفة لكن اليوم شباب بالوزداد حقق الفوز على ارضية ميدان جيدة ولو في غياب الجمهور البلوزداد امام الزمالك العنابة رزلطة فينا ربحوا بالصحة رزلطة وصي فينا يافيكم شابرك غاش يصطاد كما هذاك ما شاء الله فارغ تيماجي لو كان لعبوا هنا يام على فيكتور في برقي كارون تساميل كارون تساميل فرحانه وزيت بوسيهم تونك من فباك كين نربحوا نقولوا هاك كين نخسروا نقولوا هاك نقول لي وشغل قاوي ثني نا لا لوجيك فيه علاج تروح للعنابة لا ما تلعبش في برقي ولاش غدوة عنابة تكون في القمة نعم ما تلعب في عنابة ألا تجيبها تلعب في زير ولا تديها الوارن ما تديش الضرم هذا لي ماشي يملح كل واحد تخليه فيه مكانه هذا مكان يطوم يربحوا اليوم الحمد لله يربحوا نعم لأنه في يوم أسبوع الأنصار تعدر عليهم التنقل حتى إلى مدينة عنابة من يشتغل يشتغل عنده دراسة عنده دراسة يعني تعدر عليهم الحضور خلال هذه المباراة نعم تعدر الحضور لكن كان فيه جماهر قليلة خاصة من سكان يعني جماهر الاتحاد عنابة سكان سكان مدينة عنابة رضوان الأهم كما قال لك شيخ علي ما احنا ما نهضرهش على ملعب نيرسون ماندلا كانوا قادرين تن شباب نزد يبقى فيه ملعب خمسة جوليو نشوفه بالشباب تلقى بأحد ستقبل فيه ملعب خمسة جوليو يوم السبت لكن أرضية ملعب خمسة جوليو ليست كأحدية ملعب بيغض بالنظر على أحدية الميداء علش شباب القابير سيلاقوا أنا نظن القرار تعدى إدارة شباب ليس مجلس الإدارة تعدىها للمسؤول فوق فوق رئيس مجلس الإدارة تفضل ما تعليقك على غياب أنشار المدين بالوزداد نحنا يا نحنا عنابة ولا قسنطين ولا الجمهور الجزائري نعرفها باللي سيتوا في المنافسات الإفريقية ولا نظن باللي هذه معلومة يوقف معاك نظن باللي كان تشاور بين اللاعبين والطاقم الفني والإدارة وهم لي بريفيرا ويروحوا للعنابة بسكو على جلو تيران بسكو كانوا مدبيهم يلعبوا في براقي نحن براقي مغلوق لأسباب واحد ما على باله علش نظن لعبين تفهموا مع الإدارة والطاقم الفني ولا تفهموا قال لك حنا مدبينا باش نبراتيكي بوفو تقول نروحوا للعنابة نظن على هذا الشي لإختار ملعب عن نابا نعم خاصة لعبي المنتخب المحلي يهض يهض هو المنتخب السينغالي في لقاء ويدي قال لك ما ما سعدتنا قال لك نظن هذا هو السبب ما ما كالسبب حاجة وحدة وخرى أنا كما قال علي مدبي مدبي وكان لعبوا في براقي باش نتاي انسي بورتوري دي بلاسي سي سون كيلومتر بزاف بالكما قال لك اليوم ردوان اليوم كان الناس خدامي المقبلة عبد المالك يتنقل فيها أنصار شباب الوزداد بقوة أمام الزمالك يوم الجمعة 17 مارس بملعب عن نابا دائما مباراة حاسمة مع الزمالك المصري اللي رح يفو إسفاد هذه المباراة يتأهل دور بالنهائي مع تارجي تمسي بنسبة كبيرة يعني يضع قدم في الدور أنصار شباب الوزداد سننضر بالليوم وعين بعد هذا الفوز رح يدعمه فارق تحهم يخلوش في وقت صعب صعب كما هذا نعم علي بن شيخ المباراة المقبلة أمام الزمالك الزمالك الذي فاز اليوم أمام أتراجي تونسي بثلاثية مقابل هدف مباراة بست نقاط بالنسبة لشباب الوزداد تجرى دائما الجمعة بملعب التاسع عشر ميبا عن نابا في عن نابا تجر نعم قالوا كانت كافية وزيدوا عن نابا وقعدوا غير في عن نابا دوما سيلي وقعدوا في عن نابا على كل حال سيليسي سيليسي في عن نابا لأن تتقول للمبليك سيليسي لنبا نتمنى يروحوا ولكن 600 كم لا يوجد كثير من الناس يروحوا نتمنى يروحوا على كل حال لنبا يجب أن يروحوا لنبا لكن سيليسي مع الزمالك يجب أن يكون تكون سيليسي يجب أن يتفكر فيزيون الأدفرس الهدايا ويجب أن يكون أفضل ويجب أن يكون أفضل لنجد سيليسي لأن إن شاء الله الشباب يروحوا إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله عليب أمين أكساس التعطر الممنوع بالنسبة لشباب بالوزداد أمام الزمالك المصرية الزمالك العائد كذلك بعد الفوز أمام الترجي التونسي بأن شير يمشفنا تنسي بثلاثة مقابلة واحد نظن ستكون مقابلة صعبة اليوم شباب بالوزداد بستة نيقاط الزمالك بأربعة نيقاط نظن باللي أنا التعطر ممنوع أمام الزمالك وليحبوا شباب بالوزداد يروحوا إلى الدور الثاني نظن باللي ربع نهائين نظن باللي لازم شباب الوزداد يفوزوا بهذا المقابلة باش يتبقى للمقابلة الأخيرة نظن 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 الزمالك المصري عادت بيقوة في المباراة اليوم مقابلة أمام الرائد المجموعة ترجل تونسي ترجل تونسي رغم الخسارة اليوم يبقى متوجد في الصدارة يعني الزمالك المصري عادوا ولو بيقوة شفناهم سجلوا ثلاث أهداف ولعبوا بطريقة جيدة خاصة إذن السيدام ناري يوم السبع عشر مارس بحول الله بين شباب بلوزداد والزمالك المصرية بملعبه التاسع عشر ماي دائما بعنابة جدير بالذكر أن عدد من الجمهور العنابي كان حاضرا بمدرجته التاسع عشر ماي لمساندة رفق بلخيتر كذلك تنقل عدد قليل من أنصار شباب بلوزداد إلى مدينة عنابة لمؤسرة فريقهم ولو أنهم كانوا يفضلون أن المباراة تجرى هنا في الجزائر العاصمة حتى يتمكنوا من التنقل كما تنقلوا أمام تراجي التونسي لكن للأسف تعدل عليهم ذلك حد موفق لنادي شباب بلوزداد في المباراة المقبلة من رابطة أبطال إفريقيا مشاهدين الفضل نمر الآن إلى كأسة كونفديرالية الأفريقية لكورة الغدم ممثل الجزائر اتحاد العاصمة يواجه زوال السبت أو زوال العفوان الأربعاء أو ظهيرة الأربعاء عند الأقل من الساعة الثانية مساء النادي مارومو غالنت الجنوب إفريقي علي بن شيخة مباراة اتحاد العاصمة ومارومو غالنت الجنوب إفريقي ستجرى بدون جمهور لدواع أمنية ربما هذا العامل سيكون في صالحها أشبال عبدالحق بن شيخة لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى والبقاء دائما في الصدارة على كل حال إن شاء الله يكونوا برك ريكوبروا لأن الوحيج طويل شوية نظر لأن لا يوجد النادي لأن هذا جميع الوثماء الوثماء على ربري كمبيانس فيها الكوب أفريكا بمات برافور ومو وناني لم يكن أعرف لذلك من المشاهد ونحن ومتع تحقيق الوثماء لأن من أن نتمنى لهم أن نتمنى لهم لأن نتمنى لأن نتمنى المشاهد بمات لأن نحن سيطيع من رجال وأن رجال لا يكون جميع فتح من نتمنى لهم نعم للمالك اتحاد العاصمة وبعد الفوز في لقاء ذهاب أمام مارو موغالانت بملعب خمسة جوليا تنقل إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة طويلة وشاقة ظاهرة الأربعاء يواجه مارو موغالانت صاحب المرتبة الثانية بست نقاط الاتحاد يبقى وحيدا فيه صدر بسبع نقاط بعد فوزين وتعادل اتحاد الجزء الممنوع عليه الخسارة في المباراة رحل في المركز الأول بسبع نقاط رح يواجه في مواجهة مباشرة مع الواصفته اللي هو مارو موغالانت صاحب الجنوب الإفريقي بست نقاط يعني الخسارات تكون ممنوعة له لو يتجنب الخسارة يعني يفوز ولا يدر تعادل في جنوب إفريقيا رح يضع قدم في الدور المقبل وما تخفىش عليك باللي حتى لو كانوا لاعبي اتحاد الجزائي اللي يفتقدون شوية الخبرة الإفريقية مقارنتنا نشوفوا لعبين شباب الوزر اللي تعدوا عليها في رابطة الأبطال كأس الكاف تحت جزائي اللعبين أغلبية لعبين شبان رغم أن المدرب يملك الخبرة هذه عبد الحق بن شيخان ما يخفىش عليك باللي مدرب صالي وجال في ملعب إفريقية بسبب بعد تدريبه في المغرب وتونس إن شاء الله اتحاد جزائر يكون في الموعد غادا خاصة وأن المباراة كما قلت أنت ستجرب من دون حضر الجمهور نعم أمين أكساس كيف ترى مهمة اتحاد العاصمة في الحفاظ على الصدارة في جنوب إفريقيا نظر ما اليوم اللقاء سيكون صعيب سيكون صعيب نظن باللي باتحاد العاصمة رأي في الديناميكية نظن باللي هذا هو اللي سيسمح له بش يلعب بكل أرياحية نظن رأوا اليوم في المركز الأول بسبعة نقاط أنا نقول باللي وكان يعود يعود بنتيجة إيجابية ما يعود بنقطة تعادل نظن باللي هذا أمر إيجابي إن شاء الله يعود بنتيجة إيجابية وليما لا الفوز بس كيف يقدر اليوم اتحاد العاصمة أنا قلت لك عنده بوني كيب يكيب جان شفناه في عدة مقابلات يقدم مقابلات مليحة نظن باللي سيتم عقد من المدرب بن شيخة يعطانهم نافذ جديد في الفارق إن شاء الله نتمنى لهم الفوز يوم غدا إن شاء الله يوم غدا بحول الله إذا اتحاد العاصمة مشاهدين على فاضل يواجه وصيف مجموعته نادي مارومو غانانس الجنوب إفريقي بجوانسبورغ وهدفه على الأقل العودة لديار بنقطة ثمينة للبقاء دائما في الصدارة ومنها مواصلة المصار لبلوغ الضور السادس عشر مكرر ملك عداد ومنها مواصلة المصار لملا لتحقيق النجمة الإفريقية التتويج بهذه الكأس طالة انتظارها أكيد رمي بحثوا لي لأن الكورة الجزائرية كان مرهي بحاجة للتتويج الإفريقي هذه المواسم منذ سنة 2015 2014 وفاق سطيف ما وصلنا وصلنا للنهاية في كأس الكعف مع شبيبة القبائل اللي يخسرونها نهاية كأس الكعف قبل سانتين إن شاء الله إن شاء الله يكون تتويج سواء لتحد الجزائر ولا حتى شبيبة القبائل إن شاء الله حد موفق لاتحاد العاصمة كان هذا كل ما يخص المنافسة القرية مشاهدين الفضل رابطة أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفديرالية الإفريقية لكورة القدم والآن الحديث عن البطولة الوطنية الحديث عن البطولة الوطنية مشاهدين نستهله بلقاء شباب قسنطين أمام شبيبة القبائل لقاء المتأخر عن الجولة السبعة عشر والذي أجري عشية أثلثاء المباراة انتهت بالتعادل السلبية نتيجة لا تخدم لا شبيبة القبائل التي تسعى لإنقضي نفسها من شبح السقوط ولا شباب قسنطين الذي يسعى للبقاء في البوديوم ولو أنها علي بن شيخ نقطة أمل لشبيبة القبائل لا في الماتش الليدير الخراني واحد ما يدي السنة كانت تدير الماتش نيل الماتش نيل لأن نقول سي امبرطن تريز امبرطن لأن نقطة خرم لمكان والو وهذا ما تنسى ستام ماتش دوري طار دونك عودوا تطلعوا بالنقطة دونك ما عليهم إلا البروشان ماتش يديروا أي المجهودات قاعدة بشي سي ويصوف هذا الكلب هذا اللي راهوا اليون دونجي نحن الشبيبة تعود بنقطة ثميلة من قاسنطينا وهي التي يتجد صعوبات كبيرة على منشيخ في ملعبها تيزي وزو ضيعت فيه نقاط بالجملة هذا الموضوع جياسكا نحن لا جياسكا هذا نحن نحن ما بدأ شمبيون و كان مالشيخ كان الجوار كانوا ماشي خالصين الجوار جابوا لعب جديد لعب جديد كان المستوى شوية وكان دوتر ممكن فيلا ديريكسيون وين يازيد كي نهار تكلم قال كراني وحدي وحدي ما ما يعاوني ما من اللي كي بتاع ولي تخدم ما ما تعاونوش مشاكل تعذر كو دي بروبلم قالوا لجوار مساكن أنا نعذرهم لجوار لأن أنا نادو غير في الخوف المشاكل ما ما همش دوك الملاح نا قسيين ولا هديك سي 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 دوك 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 شريكا الجديد هديا جس برق يون يون تروي دي سي 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 أمين أكساس شوفا نقطة أمل بالنسبة لشبيبات القبائل في سعيها للبقاء ضمن حضيرت النخبة مباراة متأخرة أقول بلي ريزولة بوزيتيف سيرتو اليوم تخفى لك بلي يلعب مع شباب قسنطين اللي يراه في مركز ثاني لهذا العام راه سيفير يبالك في الأواني الأخيرة ويمر ب نقول بلي نيغاتيف نضمن بلي اليوم شبيبات القبائل راه يمر ثاني بسي سيرة نتائج سلبية نقول بلي النقطة هذي بلك تعاود يولي له الأمل وتعاود طلع له المورال باش اللي ماش الجايين بسكو يلاس ويتياس ويراه فيهم يراه فيها نقول بلي ما راه وش بيانستالي في المركز 14 نقول بلي لازم لعابين يزيدوا بدلوا مجهودات بسكو رامي اللعبوا في فارق كبير نظن بلي الفارق هذا يم مير باش يكونوا بيانستالي الشامبيون باش ينقدوا الفارق هذا ما زال عندها لقاء متأخر أمام نادي اتحاد العاصمة بيانسور نقول باللقاء هذا لازم يربحوه بسكو ما عليش عندك طروا ماتش روطار ولا عندك دو ماتش ولا المهم لازم يفوز بذلك المقابلة باش يخرجوا بذلك الموضعية الكاريتية اللي بعد هذه النقطة الثمينة من قسنطينا لابي شبيب بالقاء الحاليين يوجه مشاكل نفسية لازم يكون عندهم فوز لتنين باش يكون انطلاق يحق انتصارات خصوصا بعد أن وجد الفارق وجد حل مشاكل إدارية بقدوم شركة لاخد غلبية الأسهم يعني ينقص فوز أو فوز من أجل تحر نفسيا خاصة في كما قلت في ملعب تزيوزو رأو يجد صعوبات لدي شبيب القبيل في تزيوزو هذا الموسم سنوات الأخيرة كامل يجد صعوبات في الملعب هذا الموسم بشكل أكبر يعني إن شاء الله يكون فوز في القريب العاجل لشبيب القبيل باش تاخد المبادرة رأو اللعبين ينطلقوا يحقوا سيسية من الانتصارات أخطر بهاد الوضعية تتعطر في ميدانك وزيد تخرج برا متريكي بيريش للي بوانتاعك ما كاش كيفاش انت تعود تتدارك يعني التعطر في الميدان تاعك ما رحش تصعد في سلم الترتيب الفاريق رأو في المركز 15 14 نقطة مباراة ناقصة أمر صعيب عليه بززاف شبيب القبائل علي بن شيخ في الجهة المقابلة شباب قسنطينا يتواجد دائما في المرتبة الثانية لكنه ضيع نقطتين في ملعبه ضيع ضيع دو وضع في بلاده مع العلاج يسكا التي كانت موضوع في بلاده في بلاده لذلك دو أحسبهم من بعد حسبهم حتى خاصة في غياب المدرب الرئيسي ولو هناك حديث عن اتفاق الإدارة إدارة السياسية مع مدرب فرنسي في غياب مدرب رئيسي بعد رحيل المدرب خير الدين مضوي سبيع سبيع عندك كنا بكو دون ترينر كانوا دي تونيزي عندك ولو عودوا ولو لفرنسي بعد نهار رحوا لفرنسي يجيوا لسيرب بعد لسيرب يعودوا جول وشنو لزون ترينر لزون سياجوار هم يزيدوا في الديبلوم هم يديروا في البرح 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 الثانين البرح قالنا رحوا سمعت بلي كما مترف مجاشي العمانة رحوا بجا يديروا لديون قولوا مزيدوا ودوزوا الديبلوم ما عكوش عارفين باللي هم تكو عليكم وقبضوا عليكم بلي ما تخدموا ما لو هقعدوا ودوزوا غير في الديبلوم وجيبوا المدربين قاع لكلبهم يجيبوهم من خارج يديروا بغير بالديسات ميل وبالفين ميل غير لون وفين دو ميل لانترينير وليزاج وكذا ومع رزول طمك نقول حسين بون شوز حاج جملي حال البلد لأن العملة الصعبة هكذا الديو فيس العملة صعبة رحي تخرج باللي بيدون فائدة للشمبيونات حديث فقط عن التعاقد مع مدرب الجنبي فرنسي الأمور لم تترسمها بعد هناك فقط حديث عن التعاقد مع مدربين فرنسي المشكل ما هوش يجيبو فرنسي ولا يجيبو بلج ولا يجيبو تونسي ولا يجيبو كل واحد من بلاده البروبلا هوش التمع البروبلا يجيبو هاد الناس هادو أعطيني الريزولطة فينال مع هاد الناس واش كاين الريزولطة الريزولطة معروف يجيو يديو الأموال يأكلوا باطل كلش باطل توتو توتو قراتوي يتمتع السمش والبحبوحة كلش لا بس هم بعداتك ما زال ما تقل ما تلق كاشي قولو سيبا ضبطي ما تقل ما تقل ما والا تلفتلي فهمني ما زال وقتش حتى يزيد يديهم ملح هم بعد يقول لك دركاتك هم بعد الببليك يبدا يدير لابريسي يريزو واختاش ريزولطة ما كاش هم عاوضو نحي باش نبادو كي سكتو علينا هم بعد تزيد لها ممشوز هذا هو هلاش قم يديو في العملة الصعبة هم يمدو هال لزيط رانجي غالي كلاب براتيك مونغار هم يجيبو تحدث عن جول المنبي هم يجيبو غاليك لما لا أتحدث عن جول ايضا لأنه مغرب ويجيبو 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 يتحدث عن جول هم يتحدث عن جول هم يتحدث عن جول لهم حتى تتحدث عن جول ويجيبو نعم شباب خاصنطين أمين أكساس ضيع نقطتين وهو الذي يهدف إلى إنهاء الموسم في المرتبة الثانية لضمان المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل أولا غير هذا العام شباب خاصنطين أنا قلت لك رابطة متواجد في المركز الثاني رابطة قدم في موسم أنا نقول بلي لا بس فيه ما يخفى لك بلي عاود الفارق دياله ب70% نظن بلي اليوم شباب خاصنطين سيفري لازم ميزيش يضيع نقاط ولا حب يشارك في بطولة إفريقية نظن ما يخفى لك شغلو أنا بلي الموسم هدايا سيرتو مع اللقاءات لخيارة وين سروا دي بروبلام مع المدرب نظن دوك يعودوا زيدوا يجيبوا مدرب جديد إن شاء الله إريحوا فادة الديناميكية نقول بلي يخرجوا منها تعسي لي رزير طابة نيغاتيف هدو ما نظن بلي نقول بلي إن شاء الله يخرجوا منها وعلش لا لا بش وما يباشكو داروا نقول بلي موسم لا باس بهم ديبوت سيزو هم يجبدو في المركز تاني في المركز الأول نقول بلي عندهم دي جانبيا عندهم دي سي بورتير شفنا بلي شباب قسنطينا اسم الأنصار ديبوت سيزو هو وقف مع الفارق نقول بلي زيدوا وكملوا وقفوا مع الفارق وما العام الجاي يشاركوا في بطولة إفريقية هذا يكون شرف للفارق نحن الآن بعد هذا تعثر عبد المالك أكساس شباب قسنطينا منح فرصة للملاحقين في جدول ترتيب وهم ملودية الجزائر في المرتبة الثالثة كذلك شبيبة الصورة وبدرجة قل وفاق قسنطينا للحاق بشباب قسنطينا المهمة في قادمة الجوالات لن تكون سهلة بالنسبة للفارق أعماد أندي اللي اتكررتهم كامل ملودية الجزائر شبيبة صورة وفاق قسنطينا رح ينفسوا ضمن كوكبة المقدمة يعني تولاتي الأول تولاتي الأول اللي شارك في المنافسة الإفريقية توجد يستهوي هذه الأندية أندي أنا أرى لديها شركات بغير وفاق قسطينا لجاء الشركة الآن الاتحاد العاصمة بالنسبة قليلة أيضا ريف المرتبة السادسة وستوارشة النقطة مشكلة شباب قسنطينا في سنوات الأخيرة عدم الاستقرار الفارق شباب قسنطينا يملك كل شيء من أجل تحقيق نتائج إيجابية عدم الاستقرار في الطاقم الفني ومن ناحية لعبين شوفوا لعبين يجوا يغادروا كل موسم يجوا يغادروا والاستقرار أيضا من الجانب الإداري نعم ست شهور عام يتغير المسؤولة في شباب قسنطينا يعني لو يحفظوا على الاستقرار الفارق عام عامين شوفوا شباب قسنطينا تنافس علاقوا بالشكل عادي نعم ولو أنه الإدارة الحالية بقيادة بوالحبيب وعدت الأنصار بتكوين فريق قوي تحسبا للموسم المقبل علي بن شيخ نحن نتحدث الآن على فريق شبيبة القبائل شركة موبيلس قطعت الشك باليقين أصدرت بيان أثلثة أكدت فيها شراء حوالي خمسة وسبعين بالمئة نتابع البين نعم شراء خمسة وسبعين بالمئة لتصبح المالك الرئيسي لفريق شبيبة القبائل بعد أن كثر الحديث في الساعة الماضية عن خدوم شركة موبيلس كممول فقط وليس كشركة مالكة لكن الشركة شركة موبيلس قطعت الشك باليقين أقول أكدت امتلاكها لشركة لفريق شبيبة القبائل وبالتالي بعد عهد جديد في هذا الفريق العريق شبيبة القبائل مع تعيين رئيس مجلس إدارة جديد يتعلق الأمر بعبد العزيز زروقي في انتظار تعيين مدير رياضي هذا رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز زروقي حوالي عشر سنوات في شركة موبيلس كخبرة درس الحقوق في جامعة ليل هو الآن سيتكفل بالأمور الإدارية في انتظار تعيين مدير رياضي يعرف خبايا وشؤون الكورة الجزائرية وكذلك فريق شبيبة القبائل لماذا لاعب سابق ومسير سابق هيا لكل هال هال سابق 13 ديفيس لسيد هذا لأن يفوك يخمم مليح مليح أفن درامني آن ديركتور سبورتيف ديركتور جنيرال سبورتيف لأن ليكون ديركتور جنيرال سبورتيف لازم تكون عنده خبرة في كورة القدم خبرة في ليكوليس على الفوتبول الجيري يجب أن تعرفوا بس كهنا يكلش بليكوليس ما حاجة محلال عندك خبرة كيفاش تتكلم على اللعابين عندك خبرة تعرف جيب اللعاب لي لازم مشي باش تجيب بكي ما ميجيبو احنا نقولو كمشان حالخير مشواري دبان احنا رانا نشوفو بزاف مشواريا ميجيبو بصح رزلطة فينا المكاش لازم لو يخمم له على البوست هذا باش ينقض جيازكا نون سول من هاد المشكل هادايا باش تصوف ان شاء الله اممتان فار نغران ديكيب على الفنير بسكو حنا بزاف نقولو جران كلوب مكاش جران كلوب في الجزائر بالتاريخ وي عندهم تاريخ جيازكا مولود بكو كلوب عندهم تاريخ مالتاريخ ويش يقول لك تاريخ ماندك شه ماندك شه شه ماندك 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 يفو دريك موبيلس من القدام لازم تعفو انت انفستي انفستي في ديكتور جنيرا سبورتي في مليح وخلي هو يجيب لإكيب وهي انفستي في سنتر دانتر الماندك يفو علي لفر صح هذا كتاع البريكولاج ونجيب غير لعابين وبدل ولنطن نراح وجاء سيت المانية هم شافوها دائرهما اللي هم حاكمين هذه الشمبيونة عندهم نضرع ولا باش بور بريكولي ينجم ويجيب اي واحد خدم في جياسكا ولا خدم في الفيديراليا وراح البريكولاج عبد المالك التحاق الآن شركة موبيليز بشبيبة القبائل وشروعها في تنظيم الأمور حتما سيفيد دول فريق شركة موبيليز جاءت في الوقت المناسب شبيبة القبائل كانت راحة الهوية لو كان كملت هكذا لقد الله نشوفوا شبيبة القبائل في القسم التاني لأول مرة في تاريخ تاحه يعني هذه الشركة جاءت في الوقت المناسب أنا نظن لو كان هذه الشركة موبيليز تقتاد بتجربة شباب الوزداد عندما جاءت شركة ماضار راح تكون أفضل شوفوا باللي شباب الوزداد سيارها مسير موحنك ليهو ساعد علق خدم معهم شوفوا باللي فادهم بزار خبرتها عولة تجريبها أنا أتذكر كان حديث جانبي مع ساعد علق قال لي شباب الوزداد مرمى سلكة مالهبطة هداك الموسم يعني سلكة مالسوقوط وتوجد بكاسة الجمهورية 2019 قال لي هذا الفارق قال لي نحن البنية الفارق يتوجب بالبطولات ثلاث مرات وهو وش صرا لحد الأنف شعب الوزداد يعني يشوف النظرة وش كانت وش كانت بغض النظر وش فعلت الشركة إن شاء الله هم موبيس يستقتدي بهذه التجربة وجيب مسير موحنك ليعرف خبايا كرة القادمة من جزائرية حتى الإفريقية يعرف الكواليس يعرف كيف شيتعامل مع اللعبين مع المدربين ويكون عنده اسم خطر له كان يكون مسير جديد صعيب عليه بزاف صعيب عليه إن قد فريق شباب القبائل عبد الملك تحدث عن سعيد عليق لما نقول عليق نقول حوالي خمسين سنة في مجال كرة القدم كلاعب وكذلك كمسير نوعا ما يلقى الإجماع في منطقة القبائل كنا اقتربنا السبت الماضي خلال دورة مع طوبل والناس من بعض اللاعبين القدامى في شبيبة القبائل قالوا لماذا سعيد عليق نظم باللي سعيد عليق الخبرة تاعده في الميادين هي التي تتكلم عليه ما كان حتى وحد يقدر يتكلم عليه نانان حتى وحد سي الخبرة تاعده في الميادين والألقاب التي تحصل عليهم نظم باللي من الكلمة الأخيرة واللي إلى موبيليس نظم لازم الناس اللي راح يتحاوروا بينتهم يخموا مليح نظم يحطوا لابون بيرسون اللي باسكو اليوم شبيبة القبائل اللي راي في وضعية نقول كاريتية نظم يجيبوا واحد تاعد خبرة في الميادين نظم باللي هدية الحاجة يتسلك الفريق ويكون يعرف كرة قادم نظم باللي نقول لك شكون ولا مقدام ما نقدرش نقول لك الحاصل يجيبوا واحد تعكورة قادم اللي يقدر ينقد الفريق ويقدر يدير معهم أم بروشي سبورتيف باسكو تم ما يخفلكش باللي عندهم ملعب جميل اللي يراه ملعب الجدي تا تيزي وزو نظم بالك الشركة موبيليس مدى بنا نتمنى وكان يديروا عن صونتر صونتر ضونتر اللعبين تا ساسوالي سينيور ولا ليجان نظم نظم نشوف انت الملعب تيزي وزو من ساعة أصبح ومع مرحلة العشرة تعليل لاتليتيز موكين دورتر كله بزاف نظم شركة هذه ان شاء الله تستفاد منها شبيبة القبائل هي تفيد شبيبة القبائل والشبيبة القبائل تستفاد من شركة موبيليس نعم من الجانب الفني وتقني علي بن شيخ بحكم التجربة تاعك كلعب وكمدرب كذلك الآن شبيبة القبائل تملك هدفين الأول أو تحديين الأول ضمان البقاء في الرابط الأولى والثاني رابطة أبطال إفريقيا نعم أنا شوف لازم تلتهاب الشمبيون لأن الكوبة دافريك نقوله 99% ما تدي عشان نخليه توجر نقطة هذي خاطش فوطبول يصاروا فيه السوربريز والو صفيتر ديفيسيل ميل حبطة تراتي كالكو ماتش تدسل ما فيهاش تندي كوبة أفريق تخرج منها واش عليه تعاود ترجاع السنوات باعت تبريبار راح تدير فارق قوي وكذا وتلعبها كما يجب على ألز أنا اللعبو هذو خلاص واجب على اليوم اللعبو لأن جات موبيلس سو ترانسپور يكون ألز باش يسافر ويجي وكذا ولكن الشامبيون من النقاط تستقبي ثلاث مرات في تيزي وزو اتحاد العاصمة مولودية البيض وكذلك هلال شرغم العيد أتمنى تكون انطلاقة تشبيب القبائل في 13 مباراية يعني يفوز واحد فقط راح يفتح المجال من تيسارات أخرى إن شاء الله يكون فوز باش يتحروا اللعبين نفسيا حتى المدرب حمد ينظن باللي روي يعني نفسين ما دعس النتائج السلبية إن شاء الله يكون فوز واحد فقط باش يكون انطلاقة شبيبة القبائل لأنه واحد ما يتمنى شبيبة القبائل تسقط فارق وفارق عنده يعني تاريخ في البطلة الوطنية نعم أمين شبيبة تستقبل ثلاث مباريات في تيزي وزو الجمعي يتذكر سيناريو المباراة الأخيرة أمام جمعية شلف اللقاء انتهى بتعدل السلبية اللاعبون لم يتمكنوا من تسجيل الأهداف كيف شح تكون مهمة اللاعبين في هذا الظرف الحساس بالضبط شفنا اللاعبين ديشان نفسيين ما رامش ملاح بسكو وما عليهم قيام بك كيتلعب على السقوط كيتلعب على السقوط سينارما ما تكونش ملاح أنا نقول بلي بسكو شفت أنا لو دارني ماش يلعبوه شفت اللقطات تعليق نظرناهم هنا في الهداف وشفت الماش هنا ونظرنا نظرنا بلي كانت نقص الحرارة حرارة اللاعبين ما كانوش ما كانوش انت واحد اللي يلعب على السقوط ماشي هاكدك يلعب سيتوه في الملعب ديالو أمام الجمهور ديالو نظرنا هاد الحاجة سيطريز امبورتون لازم الحرارة تكون زائدة بون زائدة في إطار ريادي نظرنا وثاني اللي جوال لازم يلعبوه فوتبول ديالو ما يلعبوش بلا بريسيون نورمال هذا اللقاء رحمة الداخلين يلعبوه سيفري تطبق التعليمات اللي يقول لهم لك المدرب وانت مع الخبرات ديالك اللي يلعب فيها فوق الميدان نظرنا والحرارة وامام الأنصار ديالك نظرنا لازم مشكيتش أنا ما تحققش الفوز يعني نقول لك لازم تكون في الكور ديالك بتلعب بحرارة ويكون عندك العقل نظرنا هذا هو الحاجة امبورتون اللي يقدروا يديروها ولي لازم يديروها نعم لازم يديرو ليدرهم قال نعم ما نش فهمين علش ما لم يؤهلوا بعد ها نعم لماذا لم يتم تأهيلهم بعد جانجي با كمبران ما نش عفو لانتم ما تبعتوا أنا ما نتبعش باسكو ما نمنش بلا ليغو بلا فافدو ما نتبعش هذا الحواج ماذا بنا أنتم تقولوا لنا علش ما ملعبوش هذا لعبين تاون تالي دو جوناليست سكو تركريتي دي جور باش متلعبهم شالك وصا سعر لا لم يتم تأهيلهم بعد بسبب مشاكل الفريق على مستوى الفيفا نظرا للديون الكثير على مستوى الاتحاد الدولي لكرة الغدم لعبين مزاف اشتكوا اشتكوا إلى الفيفا هذا يقع واسمه اللاجيستيون اللاجيستيون تالإدارة كيفاش تجيب لعابين وكيفاش تجيب لعاب لما يصلحشهم المدربين يخدم شهر ولي شهر ينتخلصوا مع دي يروح يديبوزي في الفيفا حنا أول مشكلة تعنا في الجزائر وعباك هذا العام هذا العام كاريتا كوبرا يصاريا في البوطنة الوضنانية وكنت عاود تشوف الفيرق كين الفيرق أربعة أربعة مدربين أربعة ثلاثة ثلاثة نظرنا كين دي بريزيدون بس كين دي بريزيدون يسمحهم يهضروا لازم يعاودوا يروحوا يديروا الاستيكلاج هم تاني لازم هم تاني لازم يروحوا يقرعو بس كون يشوف كين دي بريزيدون يقول قل得 لازم يروحوا يقرعو لازم يروحوا يقرعوا لازم يروحوا مدربين مام كين دي بريزيدون راحوا تعلموا باش تعرفوا كيفاش جيروا للكليب ديالكم نحا علي بنشيخ ربما بي ختام الحديث عن شبيبة القبائل ربما نصيحة يستفيد منها اللاعبون الشباب مختلف لعبين الشباب لما مثلا لعبي شبيبة القبائل نعم، يجب أن يكون هناك جيداً بين المدربين والمسؤولين مع اللعبين بعد ذلك يجب أن يقعد الإنترينير ومع اللعبين يجب أن يتكلم معهم بيان كومي الفو لكي ينحلهم هذا الوضع، يجب أن يذهبون إلى الكورة القادمة إن أحدهم أن يوجد كثيراً بخدرات الأخوة صليقة لأن نستعمل المجموعة وتقعد الإنترين فقط أن يتجب أن نجب أن يقوم بالتقام في المزيدين هم الله يرحمه. هذو كلي بوت وكدا ستدون هذيك لجوة في هذيك للمومان مي ومانتون ستدونه رفليشير. مرحبا في الماتش في الماتش الفيسيال. دونك ستوزي او جوار. دو سمتر او سي. دون لسان قالي يا أخي وحنا دروكا. يفو كون جو يفو كون سبات يفو كن تحسو هذيك اللخشان هذيك. كون عندك بارون لازم تلعب سورتوف تيزيوزو. يفو 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 فره. توليمون بو سبل دون للارقل بأزير. بشتر به. مكول لعب لازم يدير المجهوطة. ماشين شوفوا اللعابين اللاعبوا يصنوا لعبا صيفا الادفرسير هو اللي جي هو اللي حتى صحته هو اللي سيي أو قنصروا. نان سي. لقد دوري سفر فتزيوزو. الادفرسير اللي جي لازم يحس لعبريشان تأسورتو دو كعوجيهم الببليك. ستدر حمامر واغو مورام، يجب أن يجب لي التوجه على الجسك، يجب أن يجب أن يكون لعجس كابلية. وليس لكل عشان ذلك حيث يكون هناك كلاب ملطق من المنطقة ولكن هناك كلاب ملطق في المنطقة لأن الكلاب يحبون ان يرسيطون هذا الكلاب لذلك يجب ان يذهبونوا من المنطقة وحتى تخرجهم الثانية وان يجب ان يجب ان يتحركوا ويجب ان يتحركوا في المنطقة ومعنوا بأسفلة قالوا هي لابريسيو هي لابريسيو كي تجي لابن دي موشاك مليح الله الله سخون هذاك ما فيش لابريسيو هذاك تخلص تخلص اليوم والأغدوات خلص هاي جاتكم جاريكا ميدوك سيطافو اسي دمونتري واشتعرفو تلعبو في 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 الملعب لازم البيبليك يحس لديفيرنس بلي الأمور راحة تغير هذا مكان كي تدير المجهودات تعقده وكاش لينه مكان نعم نتمنى لو من شاء الله يديروا هذا شي هذا شكرا لك علي بن شيخ على هذه النصيحة مشاهدين الأفاضل ربما فاصل إشهري ونواصل حصتنا بحول الله أهلا بكم من جديد مشاهدين الأفاضل تتابعون دائما حصة فار الهدف بحضور علي بن شيخ آمين أكساسا والزميل الصحفي عبد المالك عداد قبل الفصل الإشارية كنا نتحدث عن فريق شبيبة القبائل وقدوم شركة موبيليس لتولي زمام الأمور في الشبيبة الحديثة متواصل عن التحاق بعد الشركات بأندية النخبة بعد شبيبة القبائل البشراء الصر زفتها شركة سونالغاز لأنصار نادي لا يقل شأنا عن الشبيبة يتعلق الأمر بوفاق أصطيف شركة سونالغاز باشرت الإجراءات لشراء من أكساس حوالي 80% من أسهم الوفاق الوفاق الذي عانى كثيرا خلال سنوات الماضية من عدم وجود شركة وطنية تتكفل به عدم وجود موارد مادية وهو الذي شرف الجزائر في المحافل الدولية والقرية بكؤوس لا تعد ولا تحصى ينسينا نظن باللي وفاق أصطيف يستاهل شركة بس كيف فارق كبير فارق ألقاب نظن باللي كما عدة فارق التي تحصل على الشركات نظن يستهل شركة وفاق أصطيف إن شاء الله كي تجه شركة سونالغاز إن شاء الله يحطوا مسؤولين اللي يعرفوا كورا تقادم ولي جيبوا البلوس للفارق نظن بس كي أنا نظن بشان يشوف توجير كي جوا شركات ينحوا مسؤولين اللي يراهم على رأس على رأس الفارق ويجيبوا الشركة هي اللي يجيب ريسبونساب جديدة أنا نظن باللي إن شاء الله يجيبوا ريسبونساب اللي يليق بالفارق تعوي فاق أصطيف بس كي قلبي اللي عنده قاعدة جماهرية كبيرة الأنصر دلو يستحقوا كي ما قاعد يزوطر كلوب كي ما مولو ديا كي ما شباب الوزدات كي ما شبيبت القبائل إن شاء الله نشوفوا هذا كلوب هذا ما قاعد بتدعيم تعد دولة وتعد الشركات باش يتحسن المستوى هكذا بش ما يكونوش مشاكل بش ما يكونوش مشاكل في الفارق ولا باسكول انت ما تقدرش تلعب بلا ضرعام بلا إمكانيات بلا منشاءات بلا نظر إن شاء الله بركة كي ما قلتك مقبلة على جي اس كانوا إن شاء الله يستفادوا ويفيدوا هذه الشركات لازم يفيدوا الفارق نظروا كي ما إيكزوم كي ما مولو ديا سونا ترك عندها خمسين سنوية حاكمة مولو ديا ما يقدرواش يديرون كوندونطر المو شباب الوزداد عندهم ربع سنين من الجد ماضر ما يقدرواش ما يقدرواش يديرون كوندونطر المو ما يقدرواش يديرون منشاءات لشباب الوزداد ما يقدرواش كيندوكا 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 وحدة وخر شكونوا ما على بل لشاند اتحاد العاصمة كيف كيف ما لكم يبنيوا في ديالهم نظر إن شركات لازم يدعموا الفارق هذا لازم يديرون منشاءات باش يتسقم الفوتبول لرجيريا نعم سمع أنتح سب رأيك مباشرة بعد قدوم شركات لتولي جمام الأمور في الأندية تنحية طاقم المسير وتعويضهم بطاقم جديد لبعث الروح في هذه الفارق بيانسور أنا ننظر ليراهم دوكا أكتيو وليس مقدر بشي يصير الفارق ننتدوكا بيانسور أنا إيمالتان كنت شركة جديدة نجيب مسؤولين توعي لأنني ننتق فيهم ونجيب مسؤولين اللي يحبوا الفارق هذا وليمدوا الفارق هذا بوركوابو علش لا لا بيانسور نعم عبد الملك وفاق سطيف فكذلك نال حصته من هذه التقسيمات للشركات الوطنية على أندية النخبة بالتحاق شركة سونالكاس هذا مادة كان ينقص ندي وفاق سطيف هذا هو الشيء اللي كان ينقصه منذ سنوات بش نعود نشوفه وفاق سطيف اللي يتألق محليا وقاريا إن شاء الله الوفاق يعني معروفة بالألقاب بتاعه بالجماهير بتاعه بالتتويجات بتاعه محليا وخارجيا إن شاء الله بهذه البشرة صارة الانصار وفاق سطيف يكون فيه خير في المستقبل كما قال الأخ أمين نقطة هذه مهمة تغيير واجب لازم يكون تغيير على مستوى المسيرين لأن المسير اللي يبقى على رأس الوفاق سطيف سنتين أو أكثر وما شفنا شفنا غير إضرابات شفنا غير مشاكل غير يحكو على ضرعهم أكاش الأموال لكن في غياب الموارد أكير صحيح أنا جيت مسؤول تسير تجيب الأموال وتسير مش غير أنا بالآسم رئيس لدي وفاق سطيف ما منتهى هذاك الآسم حاجة كبيرة لازم تتخدم إن شاء الله يكون تغيير هي نظن يكون تغيير كما في الأندية كامل كي يجي شاركها وبيقودهم يعني يكون مالك جديد للفريق إن شاء الله يكون تغيير وفاق سطيف تعودته بمنح نادي وفاق سطيف شاركة وطنية خلال المواسم الأخيرة في حصص كثيرة طالبت بهذا الأمر والآن الأمر تحقق بخدوم سون الكسر لا أطلبتش غير سطيف أنا من اللي أقول كنت ضد الشركات قاعدتك بورتولمون ما شي واحد يدي وعميديش كنت ضد ولكن شفنا هادي يابا ممكن المسؤولين يشوفوا ترشوز ديفيرا ممكن بعد تكلمت قلت أمو الاحتراف هذا أمو يسيوي ديرو بوي كلاب تنجمش دير انتا يا ب ديزو ستباش تتحال ساز ساز كلاب والنبو والنبو مرمض قاعدتك تنجمش من المحال اليوم مرأنا سمعنا بلي كينا راحين يولي ووي كلاب بشركة سيتين بون شوز حاجة ملي حال ووي كلاب ولكن تبقى حاجة وعد غرالي بسكو بزاف ناس يخمو بوكو بلوس لصالير ترانسفورت ستادي للكلاب يقول لي لجوار فليتو ما يعانيوش اما يخمو هكذا بزاف ناس يخمو احتنا قولات في مبيت يقول لك باش ميكونوش مشاكل ولكن الناس ما يشتخمم الحاجة اللي تفيد البلاد أترافيرسي كلاب لا هي واشن لازم لازم للكلاب هادو باش يولي ويلعبوه ويوليو كيما الأهلي دي جيبت اللي عندها مش عافكم بيان دو تيتر أرماضة أولى فوقرة نعم باش نلاحقوا لهاد شي نشوفوا برك هما واش دارو مشي حاجة لازم لك اللي كوندونطرين منتعك تعليكي بسينيور وحدو في المستوى ما نقولوش النادي باش نادي لازم لك دي زيكتار دي زيكتار دي زيكتار ما او ما وين يتدربو هادو وين يتدربو لجان بسكو اللي جانو لاتعطي لهم او ما وين يتدربو لهم كوندونطر الموراكو تتمي السخرو تكلمو على الناس لجانو عندك 6 أو 8 8 كاتغوري واقعي لفلي لجانو لهم منموم منموم كي ما كاش قاعدتك entre 8 او ما وين يتدربو 25 أو 30 تيران خاطش لكليما اليوم يتدربو في هادو تيران كل كاتغوري عندها منلعب تحار تيران تحار تيران تحار كل كاتغوري غدوك يتدربو هادو مع الشتاء وقده يتغرق ويبدأ تيران يخلي واحد يبدأوا يخدمو فيه يروح الدوت ينوحو لانوتر تيران احنا ملحقناش لهذا شي ما زهرنا بعد دقع مئة وموا لمنموم عندك كاتغوري دير يا سيدي سيس دير سيس ولا ستك تيران ديرو كاين يدي بوسبليتي يفو برك لكلب بهاد اللي رامدوك شركة يفو هما يتروف يدي موايا عند الزير كبيرة وعريدة كي ما يقولو كاين لسيباس سيلمان يفو شارش يفو تسكوتي مع الوتوريتي بسكو الوتوريتي هي اللي هل يجبوها هاي الاراضي هاي هدوما مي بوراري في اغاني دي كوب دافريك ونفو دي كلاب ودوميني تكون في المستوى أفريقي صاف يدير صاف يدير قوي صاف يدير غدوى عندك أرماضة تعد لعابين تمدهم اللي كي بقى ثم يقولو لا اللي تحتهم يقولو عندك لعابين في المستوى ما شي بزاف لعابين بساح النبو ناقص. تفهمني. لازم يكونون العابين يكونوا كائنين. الأهلي كوبد آفريك 2019 كانوا في بلادهم سيباسا قدام الدوهاش. الأهلي بعد 4 عام شفت الأهلي كيفاش لإكيب تعودت سقمت وخسرت مع السنغال بلاي بناتي كمان في المستوى. تأخذ لإكزمبل السنغال. السنغال الناس بزا ما تتكلمش عليها. فيديراسيون في القيمة. هل كاشنهار سمعتو أنتو ما لجورناليست كاشنهار سمعتو يتكلموا على رئيس تحديات على السنغال. واحد ما يعرفو. أنا ما نعرفوش. بالصح شامبيون دافريك كاليفيون كوب ديمونت. سمح لي. شامبيون دافريك كاليفيون كوب ديمونت. اللي ما يشعب فان ولا ما يشعب دو كوب دافريك. اللي بنات داو كوب دافريك. كورة شاطئية. كورة قاعد داخل صالة. ممتع الحو ما تدوها. داو كل شي. هل تقالوا البرح فينا إذن. نعم. سمح لي. سمح لي. وشو علش هل حق لها تشيق علش. باسك در لدي فوتبول سينيغالي. اللي جوار ليجو اللي اللي جو من الخارج باينين واحد لعف تشلزي واحد من لفير باين باين هدو خلاص. بص الحلا في ديراسيون كان تلات يبل لدي فوتبول شو اللي 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 دوها واقع ما لبنات دوها ابن عمي صاص يندي في ديراسيون محطر مع فوتبول في ديفلوبي الفوتبول في بلادك ولا ما تلتهاش ببلادك بصح جوز الاحتراف حقيقي درك على بنا دوك قاعد لجوار خبزة بيان سور لي هم لي سطاف خبزة قاعد الناس ولي ما عندوش مشاكل بزاف ناس يقول قاعد لسينير ومعندهم خلي لي من سينير هدر معي دراري لتعوش عندهم تكوين هو الاصل ما عندهم ولو دراري ما عندهم ولو كاين ماب دي زون ترينير سان بابي وتعي وتشوفو قبل ما تخلاص السيزون يفا يفا دي سكندال بوك كلاب ايلا سي وش ملح تهرف هذا من اكساس الى جانب وفاق صطيف ملودية وهران فريق عرق كذلك وللولاية سعيد سعيود وخلال التقائه بعدد من المناصرين في الباه وهران يوم الثلاثاء زف لهم بشرة صرة واكد التحاق شركة وطنية بالحمراء وقبل نهاية الموسم هناك حديث عن شركات هيبروك وكذلك شركة نفطة لتوليز ماما الأمور في بيت ملودية واحد شاء الله اردوان باراي بورنامسيون نظن باللي كيف فريق عارق فريق اللي كان يتحصر على الألقاب نظن باللي كان يتخبط في هذه الأعوام هدوما بزاف المشاكل الله تشوف هذا العام انت بروفيسيون لما يوضينا الشهر جومي صارت هذه في باكستان ميريتي ولمسيو كما سطيف كما شياسكا كما سياربي كما نظن باللي نقول باللي ميريتي وان شاء الله تجيهم شركة ويعودوا يولوا الأمجات تحم نعم عبد المالك نستمع لما قاله والي ولاية وهران سعيد تعيود لبعض منصرية الحمراء هذا سوال حالي 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 سيما نروح الغليزة هات سيما نروح الغليزة نعم نروح الغليزة تسيرهم نولا ما روى 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 شرف روى 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 شرف إذن عبد المالك بوشرة صار يزفها ولي ولاية وهران سعيد تعيود لمناصري مولودية وهران فاريق مولودية وهران هو الفاريق اللي عانى كثيرا كثيرا منذ سنوات الأخيرة من غياب سويلة المالية شفنا مشاكل إدارية كبيرة شرفنا الأنصار قاطعوا شرفنا اللعبين ما يضربوش مشاكل إدارية يعني الفاريق حقوموا نخرجوا والله مارش نعم يعني الفاريق هذا كان الفاريق كان من دون إدارة اللعبين كانوا فاريق من الطوارن كان ياتيم من دون مسيرين شرفنا صاخر تكبر من جانب الأنصار مولودية وهران على الإدارة إن شاء الله يكون هذا هو الحل إن شاء الله قدموا عود باش تكون قبل نهاية السنة إن شاء الله تحقق هذا الأمر والتاني مدة غيران جميع فاريق يستفاد من شركة وطنية فهو يستحق ذلك بساحة أخونا العزيز شركة وطنية اللي يجي تحكم فاريق والفاريق ما يسفايتش من الشركة الوطنية لا يجب يسفايت لا لا اسمح لي ما يسفايتش بلي صالر صالر ما هيش فايدة يسفاد بالمشاهد يسفاد بالإحتراف الحقيقي نحن مولود يام هل م Hostage يسفاد الفاريق 50 زنين لكن موجود ويوجد خلفنا الدون اليوم ayan لا أسمح هذا أستحق وكيف يستحق موجود؟ يجوم lements ويقود نرح كلم م��لا في الصح أنا أش敢 يستحق اللعبين اكتك او الآن يستحق هذو يستحق إن Big Club The Man هستحق أشكر esse إنه إذا كنت تنظروا إليها. إنهم يحبون أن يزعون بكل مهاتفين. إنه يكون لديهم جيدة في التعامل. يجب أن يكون أهلاً على التعامل مع التعامل. وإنهذا صحيح. إذا كنت تحديد الإجراءات التي لا يتكلم عن كل تلك التعامل، فهل يجب أن يكون تشعر في كل تلك التعامل. بلا بشيكونان دوم دي سنتر بارت دي سندان ترموز مانت الكاليمة ماجي ماشي دوتا 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 تيرا انس تيرا انس تيرا سفاد دي بريكولاج سا نا طبن الشيخ علي ويحكى للإحتراف الحقيقي ما كاش نادي في الجزائر طبق احتراف حقيقي رغم وجود الإمكانيات المادية المالايير في الانديا لكن ما كاش فاريق طبق احتراف حقيقي يالو كان كما جيرانا يعني انديا في تونس ولا مصر ما كاش فاريق وصل النقطة هذه عبد الملك قبل قليل علي بن شيخ تحدث وضرب مثلا بالأهل المصري الأهل المصري شركة في حد ذاته هو يدعم دولة مصر بالعائدات المالية ليس عائقا على أو عبءا على دولة مصر شوف باش نتمنى ونشوفه فاريق يلحق بالك لا ينتظر شركة تقدموا دولة مصر حتى يسدد مستحقات العائدة باش نشوفوا نادي جزائري يحقق يالو كان شوية وشوية يحقق النادي الأهل المصري لازم تعود تولي للوراء وتشوف طريقة الاحتراف طريقة تفكير مسؤولين في هذا الاحتراف شوف طريقة تفكير المسؤولين في الرياضة الحالية ويعني وفي كرة القادم وتكون هي كلام الجديد ويكون فيها قانون جديد باش نعندهم نطارقهم من نقطة صف بهذا المستوى ورش يتمشي ما كاش فاريق راح يحقق وليسير على طريق وش حقوقنا هدي الأهل المصري أمين أكسس هل ستنقذ هذه الشركات الوطنية أندية النخطة اوه ينقذوا باش ميكون واش مشاكل وباك مع اللعابين مي حاجة واحد اخرى انا ما شفت والو ما شفنا والو او دوك علي قال لك من سبعة وسبعين مولودية وقلت لك موقع تكلمت لك أنا قدت لك لك زوب مولودية وقلت لك شركة عندها خمسين سنة وقلت لك يا ودي ما ما استفادوا والو استفادوا اللعابين ما يكونوش مشاكل تعالى لصالير مكاشتع سعيدة ليكيبمو بالونات أبارسا مع وش 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 دار وش شركة هدوما سيفر يملح مش ميكونوش مشاكل في الفيرق ميز عمان بروشي سبورتيف وليديرو دي كوندون طريل مولا ما شفنا والو علي بن شيخ ما شاء الله يعني أندية النخبة تحصلت على شركات أنصاروها فريحين بهذه الشركات لكن ما مصير باقي الأندية ما مصير المدارس الكروية الآن يتسأل أنصاروها مسيروها عن مصاريهم ومستقبلهم أنا ما دابعا فيك تولي رسبي ليك ما تقولش المدارس لزيكول المدارس الكلاب اللي كي يفورمي اللي كايين اللي يعرفوه قاع شعب الجزيري لك هذي غير نحيا هذي شوف هذي ممكن هذي هذي راح ياخدو هذي المسؤولين اللي كلاب هذي ممكن هوا ما يكونوا احترافين الأخرين ينجمو يكونوا سمي بروفسيوني ينجمو يكونوا آماتور ومام سمي بروفسيوني مناسبةً لكي يونمو الخرين ان يكونوا الكنو الأموال المترجم لهم من الترانس بورسهو والملكلاتة ومسيرهم في اليوكو لنقوم بكونوا احترافين ويكون بيضا ماما مالكو اللي عندهم شركة كيف كيف اللي بغي حسب النمو اي دي ريكتور جينيرا سبورتيف يغير توس كي تكنيك أصبحوا بطبيعات المنزلة. كما يريدون أن يتساعدت المنزلين لبعض العملية والإسعادة، يتساعدهم لهم قد تحقيقهم. لكنهم يجبون أن يتساعد. بالضبط المخلصة، ويجب أن يكونوا من المشاركة. فهنا، يجب أن يتساعدهم بالنزل. أخي، أرى الكالندريتك، كيف سألتك بالتحقيق؟ أنا أخذها في أساس. عندك الماكلة عمدوسة هادي هادي أنا أنا أخد كل شأن شارج أنا دوره ما نزيدش نعطي لك حتى دوره دوره ما نعطيه لك يعني يكون صندوق وطني ينكاس ناصيونة يسميه كما حبيت أن يقول لك كيفاش عاملوا لكلام لما عندهم الشركات ولا بقوا يزيدوا يمدوا لهم الأموال ويبضعوا سنترميني نقعد ونوالي ونجي وهنا بجيس بورجيس تفين وصالير وورانا نكتبوا على الغاشي وورانا نعودوا الريبيتي وورانا نبريكولي وورانا نتمسخروا لا أخي أموال تعشاب هذا أخويا أموال بالك دون دون كالك جور يجينا إن شاء الله رمضان نصموه بخير وعلى خير لا تنسوش ستسمحوا لين دير نيدا انتروت يستقيموا لكم الأمور العالمة راوية بولفيرسا لا تنجموش تعرفوا ما صارت مننا الغدوة حبطوا لبري أنتما في البلدان خاصة البلدان العربية سبحان الله هم اللي يزيدوا لبري في البلدان اللي نوريانا اللي مع الإله لا مع الرسول لا تنسوش اللي بلدان ديتو تسيبوه في ريون تعليقرون سيفاس يحبطوا السوء لبري سبحان الله يحط لك فور الميزيلمون وهذا كلينار ما يحب لالإسلام لا يروحش شليل هاي باسكو موانشار يحتار مهديك قولوا مرح مردكم ماشي تجيوز معايا نحوط طارة واحد ديروا هكذا وتجووا الداخلي تصليوا الطارة واحد وانتم ما تدبعوا أخوتكم كالناس هاد 25 ميل دينار يخلص 5 ألف ميزو جملين ونصحتها الهدرة تتلف الكاش تخولها ما ينجموش يلاحقوا رانا نقول لكم ونا ديوا يا رحموا ديكم ديروا حبطوا السوما وظالي فور أبريل عيدوا الله والله غربي بارك لكم توليوا تربحوا أكتر وهادي بور افنير لاكسون اسمح لي خلص مالش 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 عالبن شيخ ان شاء الله الرسالة تعاك توصل الى التجار ما صير باقي الأندية أنا قلت لك باقي الأندية يا خلاص الابريكولوج دوا صاريتي الاثوريتي جسبر كالابري لاخر تحاق خلاص أنا ما نعطي لك ش دوره تسير أخويا تايا عندك كلب شامبيونة عندك تان دي ماش تان دي بلسمن تان كدا أخويا أنا مني منوتيهم دولاي منوتيتهم يا أخويا هنا يا أنا هنا الترانسپور حنا خلصوا حنا حنا انت مازي تسير حتا دوره ولا راك تقولنا نحب الكورة ونحب هذا الفريق وقعد تخدم وإلا أرحل 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 كاين واحد دقل يجي يخدم كاين يجي يخدم ويحب هذا الفريق بصح دوره ما زيدوش تديواه أولادوك عاود زيد لا مام شوز قال هادو راكو تقولوا وي كلاب واقيلها اللي عندهم شاركات الاخرين ما يمدوا لهمش ستين دي سيزيون تاع السلطات ودي صارت في العالم في سويسرا واحد الوقت يا فيلو سمي بروفيسيوناليزم تخدم صباح والعشيات روح تدرب بكل كل كل بلاد كيفاش فهمني احنا بورا ريفي بدرجة بدرجة ونباش نسي وننباليزي وهذا السوادي وحتراف نبدأوا بهذا الحاجة ومبعد بهذا ويرا سي دوما أين دي سي كلوب هادو لازم يبدأ يخدم ويبدأ يوجد جميع الجنة لتنظر هذا الكلوب يدخل أموال وبعد يشوفوا روحوا بلي ينظمروا حملية وكلش ممكن هوا يشوفوا هالو سلطات وينجبوا يعطوا له شركة نصح نعم تفضل أمي انا اريد انتحدث على واحد الحاجة انت ايك تقول لي هادوما الاسواديز وحنا قولوهم لقرون كلوب تلقاه سياج سياج ما عندوش كل عام يكري سياج يكري فيلاب مئة مليون ولا مئة وخمسين مليون مواء انظرنا انا هادو الحاجة سيقرف معدا جي تقول لقرون كلوب كايش منها ان كلوب ما لاباليش انا او قال لك كما شابب الوزداد ولا با لك موليدة الجزائر ولا كاي اندي كلوب موليدة الجزائر حاليا عندهم مكاتف في ملعب خمسة شويلة نظم نظم مامو عيب تصرع هذا الحاجة نعم نمر بعد الحديث عن الشركات الوطنية ومستقبل الانديا مشاهدنا الفاضل للحديث عن فريق شبيبة صورة في ختام هذه الحصة مباراة كأس الرابطة لفئة الرضيف بين شبيبة الصورة وشبيبة القبائل عرفت عبد المالك عدد مهزلة اخرى تضاف الى القائمة الطويلة لمهازل الكرة الجزائرية لقاء كأس الرابطة لفئة الرضيف بين شبيبة الغبائل وشبيبة الصورة انتهت بتعدل السلبي الحكم اعلن مباشرة ركلة الترجيح حدث الاتفاق في هذه الكأس على لعب شوطين اضافيين قبل الاحتكام الى ركلة الترجيح وبالتالي حدثت فضيحة كبيرة في هذه الفئة يعني نشوفوا هادي ما استفاضيها كاريتة هادي اكتر نعم كاريتة هادي هنا نسألوا على دورة لجنة التحكيم اين مسؤول لجنة التحكيم عليش الحكام مازلوا مبادل المستوى سمعنا ببليل الحكام راح يكون فيه تحسن ونعمدوا نشوفوا غير يعني المستوى راوي الدنا ووش صار اليوم هادا يعني عينة لو شاوي صراف كامل ليماتش بركة هادية سمع راه نسمع بها والطبقة يعني الطبقة راح يركز للجازة داك نظن بلي رئيس شباب تصورة ما يسكتش على حقه والدار وطاعنه وقدمه وطاعنه نربط الاتصال مباشرة مشاهدين الأفاضل برئيس شبيبة الصورة محمد زرواطي للحديث عن هذه القضية رفقة الزميل حمز سلمي هل رئيس شبيبة الصورة نعم ما يتوجد معنا عبر المباشر سلام عليكم سيد محمد زرواطي أهلا بك مساء الخير مساء الخير وسلمنا على جهة الهدف سلمنا على سيردون وقال لرها وقال لجهة الهدف نعم سيد محمد زرواطي دون إطالة نتحدث في حصة فار الهدف عن ما حدث في لقاء رضيف لقاء كأسا ربطة بين شبيبة الصورة وكذلك شبيبة القبائل ومرور المباراة مباشرة إلى ركلة الترجيحة دون الشوطين الإضافيين ما الذي حدث في اللقاء ما يقول كان لعبوه بزاف فرق اليوم من الرديف اللي كان ديرو عنده برونغسيون إلا فرق الصورة اللي فمش للركلة الترجيح دون سلكو هذا شي صعيب شي صعيب اللي هو المنظم منيش عشكر على المنظم إلى رابطة المحسفة إعادة النظر في المقابلة وإعادة نظر في الحكم وإعادة من في مراقب المقابلة إعادة نظر في كل شيء ولو أنه رابطة سيد محمد زرواطي أكدت أن الحكم أو مصادر من الرابطة تؤكد أن الحكم هو من أخطأ في هذه المباراة ولا يدلها فيها ماذا يحاكم غالطة صادحة ماذا أريد أن الحكم أو أوامير أو ما نقدرش نعرف عنه ما نقدرش نعرف عنه أخوين ما تقدر يغلق الحاكم في حاجة كمالية ما يخبرش يغلق الحاكم في حاجة كمالية هذا الشيء ما يتصورها الشيء العقل وقالنا للسكريتير وقالنا للجماعة طوال الوقت الإضافي قاعد يخمّم وهلّا قمتم باحترازات بعد نهاية المباراة؟ نحن 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 نطلب تتبيق القانون نعم في الختام فقط سيد محمد زرواطي بعداً عن هذه القضية نتحدث عن كأس العرب للأندية وموجهة شبيبة الصورة للكويت الكويتي هل من تعليق على منافسة كأس العرب؟ نحن نقول لك كأس العرب لا يوجد فارق كبير وفارق صغير نشوفوا الحد نتعلم ونردنا نصل لنا ربي معنا إن شاء الله وليبقى خير ليسوا شكراً لك سيد محمد زرواطي وحد موفق فيما هو قادم من مناسبات بالنسبة لفريقك شبيبة الصورة عبد المالك عدد استمعنا لما قاله سيد محمد زرواطي لم أرد الإطالة معه كثيراً تحدث عن قضيته وقال إنه إدارة شبيبة الصورة لم تتقدم باحترازات ولو أن الموقع الرسمي لشبيبة الصورة أكد تقدم إدارة الفريق باحترازات عن طريق منصور لها عبر الفيسبوك نظر أن رئيس شبيبة الصورة زرواطي تحدث عنها عدم تقديم إدارة في الوقت يعني في الوقت المخصص لذلك بعد نهاية المباراة أو بدأت توجه مباشرة إلى ركلة ترجح يعني هذا لو مقدموش إدارة هذا خطأ راح يزيد من الصعوبة باش يعودوا ينظرف هذا القرار قانون واضح شكريتار قال لك يعرف القانون قالوا تروح انتايا لشعطين إضافيين الحاكم قال لك خدامه للتفكير أصل على تنفيذ ركالة ترجح علش انتا ما قدمش احترازات علش ما قامش بالعمل تاوي شكريتار نظرني إذا ما قدموش احترازات في ذلك الوقت ندي شبيبة الصورة تان أخطأوا متلا ما أخطأ الحاكم نعم هل من تعليق على القضية أمين أكساس ومقاله رئيس فريق شبيبة الصورة محمد زرواطي مهزلة جديدة في كورتين خدامة الجزائر طب ينسور نحن المهز المعروفين بهم في الجزائر نحن مع شي حاجة جديدة نمو مزرواطي ما يتنخل عشاء بينسور بسكو في شمبيونات ما عندها احتمعنا بسكو فضائح تحت تحكيم فضائح تحت معنى بلشنة تحت رشوة تحت مزافهم يصروا أمورات حاجة كرافادية ليتصروا ظنبلي نمو الناس هي تتقدم أنا في الفين وتتعشرين نمو أنا نشوفه البولدان المتحدرة لما تعلموا عليهم ظننا يا زرواطي وشهدي لازم يدير احترازات ويسنها بسكو جبلر بما ما نقدش نقول لكم مؤامرة ولا بسكو زرواطي نعرفه بسكو يهدر بلكي جا يهدر ديرك توله بلكي يطاكي هكذا مسؤوني انتك ورات آدم ولا بلكي يجيبوا عقابه ما تقدش تعرفه نعم علي بن شيخ ربما تعليف على هذه القرية وما حدث وما بدر من الحكم مباريات احتكم فيها الفريقان إلى ركلة ترجيح أما شبيبات الصورة شبيبات القبائل مباشرة ضربت الجزلة شوف بركوموسي فوق السكرتار عندو عندي جكرواي اللي ينجم يدير فيها اللي ريزيرف هادي واحدة تانيا كاين هذوك اللي يحبوه مرضوان اللي جنات هذوك الجنات ما هنا تحكي مو الجنات الكأس والجنات المنازعات ايه بارسكو هنا هنا ينترك فلاقران فلاقران وين الاربيت يدسيد فا يدسيد وعندو في حقه رئيس رواطي يقول لك مؤامرة لأنه كان توجور دائر سي لسول رئيس دون حيه اللي توجور يبوزي دي كيسان كي مالزم الحال على هذي كديرو ديرو فسي بلايين جم هو يفهم بلي مؤامرة بسكو سي امبو سيبل كل الاربيت يدير ديراك ليبلي بيناتي ما كاج منها هذي يا يا اللي برون ونقاسيون بورتو الموند القانون يقول اللي برون ونقاسيون اللي دو كان هنا يا الاربيت ما تبقش القانون ما على المسؤولين هذو ما اليام يقولوا الكاين ما يشعوا الكاين مسؤولين في كورة القدم ليهو ما المقابلة تتعاود تتعاود هذو كليل ترونت منو تعالي برون ونقاسيون تعالي برون ونقاسيون تتعاود والاربيت يصير السنكسيوني يصير السنكسيوني بيانكم يلفو بس كما ينجمش هو ياخد مسؤولية يقول لنا ما عندك هاي النحي اللي برون ونقاسيون وين ارانا وش مصوق هذا هذا صوق وماشي هكذا صوق وعنده قوانين تعاو طرح تكري بلاصها لازم تخلص لازم فيها قوانين تعاو هنا يا أنا جبونس كلماتش لازم يلي ترونت منو تعاودوا والاربيت يدواتي تتسنكسيوني وفي حقه الزرواطي توجور يقيسوا الفارق تاع بشار ما نشعف ولا بارسكو ناس حرى ناس عقال والناس ما شاء الله وكدايا اللي ممكن يحقرهم واطرافير الزرواطي لأنه هو في حقه يدفع على الفارق ولكن يا أخي باركات أعين أعين هم بعد يقول كتوما فو كريتيكي أعطيونا حاجة مليحة من كريتيكي وش مليت مودة وما تمدوا في تسربي والناها كدا باش تباشت كاريتها والله عار كاريتها وانت ولي واش تقولت حير قاعة مشاهدين على فاضل كانت هذه القضية التي تبقى للمتابعة آخر ما في جعبتنا من عدد فار الهداف هذه الحصة التي كانت مباشرة من قناتي الهداف في الختام أمين أقصاص شكرا لك أعطيك صحة أخي ردوان لك اللي حال توحشناك أعطيك صحة أخوي عندي تهني أبوك هذا عمي مصباح عمي نوردين بن مصباح بنقول له تحية أنا نقول باللي متتبع تعقانة الهدف وفي لينا بنقول له تحية وكان حبيبي هيبو زدت عنده موليد نقول له كوشين باروك بنته سيدرة إيفا قول له جيبنا الطمين أبوك ما تنساناش إن شاء الله بالبركة عليهم أجمعين عبد الملك شكرا لمرورك معنا جد سعيد بالحضرة الحصام الشيخ علي وأمين وانت أخر دون عندي إهداء فقط للمناصر وفيتاتي هاد العاصمة أتماركال يحبك بزاف هذا الشيخ يدل يحكي عليه والصديق عبد الحميد بوكليلا وصالح قاسيمي علي بالشيخ بارك الله فيك الله يعتك صححتنا صحف أما في بليزير داتر مع أخوتنا هنا اللي قدرناها كما من بوني ميسيون أنا سي جوست نطلب الرحمة لأنه كان صديق وإنسان طيب ومعروف الحاج الخدرزين أربي يرحموه نهار نهار الخميس إن شاء الله مع ردوان موجد له نورمال محاوي يجي ديرهم له باش يشوفوهم الناس لأنه كان إنسان طيب إنسان ما شاء الله أخلاق طربية وكان يعاون لكلوب كانوا خاصة المولدية من بوكوت كلوب كانوا يرحوا يكريوا عنده لتما في شرقة ويساعدوا ويعاون وقدر أربي يرحموه ويتجعلوه في الجنة إن شاء الله رحمه الله إن لله إن إليه راجعون في الختام إهداء لبلال لحمر مناصر وفي لملودية الجزائر بلال لا يحلي كافة أفراد عائلته لحمر كذلك شكر موصول لكل زملاء العاملين معي في حصة فار الهداف على رأسهم المخرج حمسة سلمية زميل المركب عيسى ويلد محمد تقنية صوت بعزيز بالإضافة إلى سيد علي بوغري في الإرسال وكل زملاء العاملين حاليا في قاعة التحرير لإعداد نشرة الأخبار يسري عبديش حمد رمام كذلك إسماعي الحجاب والزميل كذلك أردوان بوحنك شكرا لكم مشاهدين الله فاضل استودعكم الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة